تتواصل جهود تحسين حياة المواطنين بالمحافظات ورفع مستوى البنية التحتية بها ففي إطار توفير الحياة الكريمة للمواطنين بسهاج تفقد المحافظ ألواء طارق الفقي فعليات القافلة الطبية لعلاج العيون وأمراض الشبكية بمقر الوحدة الصحية بقرية بنويت بمركز المراغة التي تقدم خدمتها المجانية للمواطنين من كشف وصرف أدوية وإجراء عمليات جراحية في 15 قرية بالمحافظة وذلك ضمن فعليات مبادرة طائط نور بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية وتحت إشرافي مدريتي التضامن الاجتماعي والصحة المحافظ وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالإعلان عن القافلة وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم وإجراء إجراحات العيون بالمجان وخلال جولة ميدانية قام بها بمركز ومدينة منوف أكد محافظ المنوفية الواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أنه تم رفع ما يقرب من 90 ألف طن قمامة من بداية الأعمال حتى الآن من مقلب منوف العمومي الذي يعد من أكبر مقالب القمامة على مستوى الجمهورية وذلك بتكلفة تقدر بخمسين مليون جنيه لرفع ستمائة ألف طن قمامة ونقلها إلى المدفن الصحي بستداد وفي مركز ومدينة منوف أيضا تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية حيث أكد المحافظ أن الثلاثين من سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء مؤكدا أنه لن يكون هناك مد للتصالح وعقب انتهاء المدة المحددة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لإزالة كافة الحالة المخالفة المحافظ أضاف أن جملة العوائد المحصلة من ملف التصالح في مخالفات البناء بلغت ما يقرب من 489 مليون جنيه منذ بدء الأعمال وحتى الآن بإجمالية عدد طلبات يصل إلى 128 ألف طلب وتفقد محافظ المنوفية أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بشارع الجيش بطول ثلاثة كيلومترات لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين بمركز ومدينة منوف سوزان مصطفى التلفزيون المصري